حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة إذن تحذير جديد المنظمة قالت في تقريرها السنوية عن المناخ إن أول شهرين من العام الحالي كان الأعلى حرارة وتسبب في صدمة لدى خبراء علماء المناخ في أنحاء العالم يلقي العلماء باللوم في درجات الحرارة القياسية التي شهدها العام الماضي ويشهدها العام الحالي على ظاهرة النينو أو النينيو بالأحرى وهي احترار طبيعي لأجزاء من المحيط الهادئ ما يغير المناخ في أنحاء العالم فضلا عن الاحتسباس الحراري العالمي من حرق الوقود الحفري وينضم إلينا من بيروت خبير إدارة مخاطر الكوارث فادي حمدان أهلا بك سيد فادي في عام 2015 كنا نسمع بأنه العام الأكثر ربما حرارة والآن عام 2016 نسمع بأنه كان منذ الآن يعني منذ بداية هذا العام بأنه الأكثر حرارة هل هي يعني ظاهرة طبيعية سيد فادي الصباح الخير إليك وللمشاهدين الكرام للحقيقة هي يعني ظاهرة عالمية عم تحصل بالعالم أجمع ولكن الخطورة بالأمر أن المنطقة العربية من أقل المناطق استعدادا لمواجهة ظاهرة ارتفاع الحرارة اللي عم بتأثر بالمنطقة العربية على الجفاف والسيول وبالتالي عم بتأثر على الفقر والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة وإلى ما هناك فالمنطقة العربية من أقل المناطق استعدادا وهذا أمر خطير تمام كيف يمكن التعاطي معه يعني هذه تحذيرات ويعني لربما من أصعب ما يمكن التعامل معه وغضب الطبيعة أستاذ فادي يعني هذه ليست قضية يمكن حلها بشهر شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر ما المفترض عمله الآن؟ للحقيقة تماما بس خلينا نبتد نفرق بين الظواهر الطبيعية يعني ما فينا نحن كبشر نعمل شيء تجاهها وبين انعكساتها على التنمية واللي نحن فينا نغير فيها فنحن وفي دور للعديد أنه يلعبوا يعني أولا الحكومات بحاجة لبدء بالاستثمار بقطاعات التنمية المستدامة بينما منشوف بحسب تأرير الأسكوة وغيره من التأرير الصادر عن الأمم المتحدة أن المنطقة العربية من أقل المناطق اللي الاستثمارات فيها بتتوجه نحو قطاعات التنمية المستدامة من زراعة وصناعة وبعدها بتتوجه أكتر سواء الاستثمارات الأجنبية أو الوطنية باتجاه قطاع العقارات والمصارف وغيرها اللي هي ما يعني ما بتقدم التنمية المستدامة هيده أولا تنيا فيه كمان الناس حتى كمجتمعات نحن بالمنطقة العربية من أقل المجتمعات اللي عم تستثمر بأنماط من الانتاج والاستهلاك هي أنماط مستدامة وبعدنا من أكتر المناطق بالعالم اللي عندنا أنماط استنتاج واستهلاك غير مستدامة سواء فيما يتعلق بالمياه أو فيما يتعلق بالطاقة وحتى بعض الدول العربية اللي عم تنتج سياسات لتحلية المياه هيده سياسات تحلية المياه على سبيل المثال مثلا عم تعتمد على مصادر للطاقة غير متجددة فهيدا بيعني أن تحلية المياه بنفسها هي غير متجددة فنحن بحاجة لأولا الاعتراف بالتحديات الموجودة وبعدنا بحاجة للجميع أن يلعب دوره سواء كمواطنين كمجتمعات أو كحكومات طيب قد يتساءل سيدة فادي المشاهد بأنه كيف سيغير هذا ربما من نمط حياتي هل هذا يعني بأن ربما المناطق ذات التقص الحار ستكون أكثر حرارة والمناطق ذات التقص البارد ستكون أكثر برودة للحقيقة هيدا سيغير سؤال جيد جدا هيدا سيغير عدة أبعاد من نمط حياة المجتمعات العربية فيما يتعلق أولا بالقطاعات الاجتماعية نحن هلأ منقول بحسب منظمة الأسكوة وغيرها من منظمات الأمم المتحدة أنه في بحدود يعني بحدود العشرة بالمية تقريبا من الشعوب العربية هي تحت خط الفقر لما يستمر تغير المناخ وتقل المية ويرتفع سعر الغذاء إذا غيرنا مستوى الفقر من مثلا 1 وربع باليوم لدولارين و3 تربيع باليوم ساعتها بصير 40 وممكن إذا ارتفع سعر الغذاء ساعتها بصير 40 بالمية من الشعوب العربية هي تحت خط الفقر إذا اعتبرناه هو دولارين و3 تربيع باليوم هذا طبعا يأثر على الجفاف ويأثر على القطاعات على سبل المعيشة لأن الناس بدأت تترك الريف أكثر وأكثر بدأت تتوجه نحو المدن ونحو أحزمة البؤس حوالين المدن هذا يأثر على البطالة أكثر كمان ممكن يأثر على نحن بالمنطقة العربية كمان في عنا ما يسمى بالفاينانسين جاب أو ثغرة بالتمويل المتعلقة بالبنى التحتية وهذه الثغرة بالتمويل تم تقديرها بحدود 80 مليار دولار للـ 2015 على صعيد المنطقة العربية لكل لما كان سعر برميل النفط 80 دولار هلأ سعر 40 دولار يعني الثغرة بالتمويل كتير أكبر وهذه بدأت تزيد لما نأخذ بعين الاعتبار البنى التحتية المطلوبة لمواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بتغير المناخ نحن نشهد أكثر وأكثر كوارث بسبب ظواهر طبيعية العلاقة بموعد ووتيرة تساقط الأمطار وشدة تساقط الأمطار لأنه صحيح ترتفع درجة الحرارة بس وتيرة تساقط الأمطار تتغير وشدتها تتغير فمثل ما نرى بالعديد من المدن العربية تتعرض لسيول وعم تؤدي لخسائر اقتصادية وخسائر بالأرواح كل ما تحدثت عنه أستاذ فادي أيضا يبقى خطط طويلة الأمد الخطط قصيرة الأمد الخطط الفاعلة الآن هل من شيء أم أنا يعني خلص التسليم بمواجهة هذا العام الحار جدا لا أوكي يعني السؤال جيد جدا للحقيقة صحيح نحن عم نحكي أولا يعني لنحل المشكلة نحن بحاجة لخطط طويلة الأمد ولا استراتيجيات ولا سياسات والأهم من هيك بحاجة لرصد تمويل لتنفيذ السياسات والستراتيجيات ولكن هذه بتبقى خطط طويلة الأمد ففي الوقت ما من نسميه بالوقت الضائع بس في الوقت المطلوب لنبلش بتنفيذ الخطط الطويلة الأمد نحن بحاجة لخطط قصيرة الأمد من هذه الخطط هي أولا تعزيز سبل الاستجابة تعزيز سبل الاستجابة للسيول والأمطار اللي عم تحصل بسبب تغير المناخ بوتيرة مختلفة وأيضا تعزيز سبل الحماية الاجتماعية للأضعف بالمجتمع اللي سبل معيشتهم وأرزاؤهم عم تتأثر أكتر وأكتر سواء بسبب الجفاف بالمناطق الريفية أو بسبب التغير بوتيرة وشدة الأمطار بالمناطق الساحلية فنحن بحاجة لخطط طويلة الأمد وبحاجة لتعزيز وسائل الاستجابة بالإضافة لوسائل الحماية الاجتماعية جميل سيد فادي تتحدث عن خطط طويلة المستقبل تغيرات المناخ الاحتباس الحراري وهذا ما سمعنا عنه كثيرا خاصة عندما تم هذا المؤتمر باريس تم التوصل الاتفاق باريس لمكافحة واتخاذ الإجراءات الاحتباس الحراري هل هذا هو الحل سيد فادي؟ وكان هناك أمل كبير على هذا الاتفاق هل هو هذا الحل؟ يعني للحقيقة الحل هو ما في شك أنه ندرك كلياتنا كأختصاصيين كحكومات وكشعوب أنه ما فينا نحن نتوجه بحلول مشتزئة أو حلول جزئية منها ضروري أن نعالش تحديات تغير المناخ ونربطها بتحديات التنمية والتنمية المستدامة ونربطها بتحديات إدارة مخاطر الكوارث هيدول تلات أشياء مربوطين ببعض ومثل ما قلت الحل يعني يجب أن يكون أولا الحكومات يعني نحن من أقل المناطق بالعالم اللي الاستثمارات سواء استثمارات خارجية أو وطنية بتتوجه نحو التنمية المستدامة والتأقلم مع تغير المناخ ففي شيء للحكومات بس أيضا على الشعوب العربية أن تدرك أنه يعني هالأمور هاي من أمن مائي وأمن طاقة وأمن غذاء هي كمان إلى علاقة فيه بحسب لما عم تختار أنها تعتمد على أنماط من الانتاج والاستهلاك غير مستدامة نعم شكرا جزيلا لك كان معنا من بيروت خبير إدارة مخاطر الكوارث فادي حمدان شكرا جزيلا لك